نرسم الدنيا بلون فاتحي وجمالا خالدا لينمحي يا حنايا العمر كوني زهرة بالرضاف حشدا وانشرحي كي ترى أيامنا كلها بسمة حياة وانضي أحلامنا قاب قوسين نرى أرح القلب إذاً وتفاءل دائماً واستعد نبني معاً فيك إيجابية أرح القلب إذاً وتفاءل دائماً واستعد نبني معاً فيك إيجابية نرسم الدنيا بلون فاتحي وجمالا خالدا لينمحي نرسم الدنيا بلون فاتحي وجمالا خالدا لينمحي يا حنايا العمر كوني زهرة بالرضاف حشدا وانشرحي بالرضاف حشدا وانشرحي طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله والأحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم وبياكم في مرسم فنشي وزي ما اتفقنا إنه اللقاء اللي راح واللقاءات الجاية كلها حتكون عمل وأنا حجلس ما حتكلم كثير تمام فخلونا في البداية بس نستعرض لأنه شايف يمين ويسار كده بداعات وشاكل خلينا نستعرض الأشياء اللي أخدناها والواجبات اللي أخدناها وبعدين ننطلق في الدروس هذه الدروس اللي أخدناها اللي هي دمجة الألوان قلنا إحنا ما نفغل نعطيكم تلقين نقول لكم لون أحمر مع أصفر يسوي أخضر أول بنفسدي كيف يصير إحنا نخليكم تشتغلوا بأنفسكم وقلنا إنت تحط لون وجيب لون تاني وتدمجهم مع بعض يطلع لون يصير إنت تعرف الألوان وطلبنا إنه أكبر تمارين ممكن تسويها فالآن هنا عندي اللون هذا اللون مع هذا اللون طلع لي هذا اللون فسار أنا ما يحتاج أعرف كيف يصير اللون هذه الكراسة حتكون موجودة عندي لما حناخد الدروس اليوم ونبدأ نطبق الرسم اللون اللي أبغا يكون موجود في الرسمة أنا على الطول أروح لهذه الألوان أعرف إنه دمج هذه الألوان يطلع لي اللون الجديد طيب ممتاز الأستاذة فاطمة الغيثي تقول الأسبوع اللي راح تقريبا كان عندنا أستاذة اسمها طيبة العطاس رسمت جمجمة من فاكر الجمجمة فاكرين كيف التفاصيل وكيف كانت الجمجمة جميلة طبعا إحنا وحدة من أهداف النادي هنا إنه نكون مع بعض ونحفز بعض ونشحن بعض ونكده نأخذ طاقة من النادي فهي فعلا أخذت هذه الطاقة شافت الأستاذة طيبة رسمت الجمجمة طبعا الناس هنا انقسموا قسمين يعني في طلابنا قالوا لي إحنا تحطمنا لأنه شفنا مستواها عالي جدا لكن أستاذة فاطمة قالت أنا تشجعت لما شفت الجمجمة قلت حروح البيت وحرسم أفضل منها وفعلا راحت البيت وجلسة أسبوع كامل ترسم الجمجمة وشوفوا النتائج شوفوا النتائج كيف الجمجمة الضل والنور والتفاصيل شوفوا الضل والنور والتفاصيل لكن جلسة أسبوع كامل أسبوع كامل ترسم هذه الجمجمة وهي نقلت نفسها من مستوى المبتدئين الأساسين إلى مستوى المحترفين والبعض أتحطم قال أنا ما أقدر أنا ما أستطيع ليش ما تقدر كلنا زي بعض بس في تقنيات ويحتاج لها صبر ويحتاج أنك أنت تتمرن يعطيك العافية أستاذة فاطمة أستاذة فاطمة طبعا من النوع اللي يهتم بالتفاصيل كتير من ديني طيب أستاذة ندى أستاذة ندى ثابت برضو ما شاء الله من المحترفات دائما تفاجئنا بأشياء إحنا طلبنا فقط التمارين العادية التمارين العادية هذه ألوان إحنا أخذنا الدرس الأول إنه دخلنا عالم الألوان وبدأنا نعرف كيف نستخدم الفرشة بعدين تسوينا التسلسل بعدين تسوينا جمع الألوان الآن لما حنبدأ ناخد درسة اليوم هتعرف وإيش قيمة هذه الألوان شباب يعطيك العافية فيه كمان أشياء ما شاء الله ما شاء الله هذه الشفايف والدوائر والضل والنور كيف وكل هذه المقاطع موجودة عندنا في القروب تشوفوها شوفو الضل والنور المهم تحرك يدك طيب ممتاز أستاذ شادة ممكن تيجي هنا تشرحي لنا بس يعني إيش بالضبط القامات وإيش سويته وإيش كده طبعا هي فنانة مبدعة ولما جات عند العول لقاء قالت أنا كنت أرسم زمان الآن نسيت قلنا لازم تخرجي الفنان وبدأت تعطينا وفي كل اللقاء وإن شاء الله تجيب لنا خامة جديدة وإشياء جديدة فأشرحي لنا أستاذ أستاذ إيش اللي يستخدم فيه وإيش الفكرة أولا بدأت برسم الفراشة ومع الورد بدأت أول شي برسم الاسم بعدين حطيت غراء وراء ذهب حطيت وراء ذهب بعد منها جبت مادة الجيسو وبدأت أرسم الفراشة مادة الجيسو إيش؟ هي بصراحة أنا ركبتها على إيدي هي عبارة عن بودرة أطفال زائد غراء زائد لون أكرليك أبيض إيش الهدف منها؟ الإظهار إظهار بشكل بارز إظهار الرسمة بشكل بارز تمام؟ أيوه تمام فرسمت أول شي ملامح الفراشة بعدين الورد بعد منها أضفت للجيسو لبسته بوراء الفضة يلي هو هذا ما شاء الله هذا وراء الفضة تمام؟ بعد منها أضفت مادة الريزين داخل الورد بعد منها إيش مادة الريزين؟ إيش هدفها؟ مادة الريزين أهم يعني هلأ من جديد عم يحاولوا يحافظوا على اللوحات أطول فترة ممكنة بمادة الريزين تمام؟ هدفها الحماية فأضفت جمالية بداخل الورد بعد منها أضفت المرايا وهو كان أصعب جزء وضربت إيدي وبعد منها حطيت كسر القزاز هنا وأضفت وراء الدهب على داخل الورد وأضفت برا رجلية الرسمة يعني زي خلفية كمان بمادة الريزين وعليها كسر القزاز وسترس ما شاء الله شكرا شكرا لك تحية كبيرة يعني مواد مختلفة لكن لو اللي لاحظ هنا هي مواد غير مكلفة تقريبا يعني كسر بزاز أشياء بس الفكرة بس شوفوا جمالية اللوحة من خامات مختلفة على لوحة عادية هي اللوحة هذه ليش صارت كده يابسة من نفس المعجوم؟ لا ها شوفين شوفين في صير معطة هنا هو يعني أسست اللوحة أول على أساس تصير أشبه بالخشب عشان تقدر تشتغل عليها هذا يا السلام لكن انت كان ممكن الأفضل أنا ما عارف أنا ما أدخل في شغلة قيمة الفنانة المتخصصة لكن احنا ممكن نستخدم الخشب الخشب أفضل من هذا في هذه العمال فشوفوا من لا شيء لو حطيتوا رسمات حطيتوا زخارف رسمتوا الحرم رسمتوا صور شخصية زهور ورود ستطلع أشياء جميلة يعطيك ألف 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 الفعافة إن شاء الله بس حافظ عليها عشان نشارك فيها في المعرض التمارين سويتيها الأشياء هذه التمارين شوف اللي حيلتزم بهذه التمارين البسيطة حيعرف قيمتها اليوم وبكرة وفي الدروس الجاية لأنه احنا يمكن من الأسبوع الجاي خلاص الأسبوع هذا حنسوي تجربة الرسمة أحنا أخذ طريقة الكات كلر طريقة الميكسين كلر وأشياء كده خفيفة وحتشوفوا كيف أنتوا طلعتوا لوحات بداعية لكن من الأسبوع اللي راحوا لبعده خلاص أنتوا ترسموا فلو ما صويتوا هذه التمارين حتحسوا فيه صعوبة فيجب أن الجميع يشارك إن شاء الله إن شاء الله هذا الأبيض وهذا الأسود يعني هنا الألوان هي حطت الأبيض ومزجت طلعة هذه الدرجات هذه نفس الألوان حطت الأسود طلعة الدرجات وإحنا قلنا الرسم إيش؟ ضل ونور معناته أنا الآن صار عندي خلفية في الضل إيش هيكون وفي النور إيش يكون هذا في ملاحظة النون أنا ما عندي ليه خمس ألوان اللون الناتش من هذه الألوان أضفت له ألوان ثانية وخرجت مياه هذه الألوان وسجلت الملاحظة ما شاء الله الآن يا أستاذ الشداء والأخوان والأخوات جميعا لو جيت أي لوحة أبو أنظر لها على طول حارف إنه هذا اللون كيف ممكن يطلع لو ما أعرف أقدر أسوي تجاربي وهذا اللي أنا أبغى يا السلام يا السلام هنا عاد طلعت يعني ما شاء الله تبارك الله ضل ونور ومزهرية جميلة ما شاء الله تبارك الله تحية تحية عطوها تحية كبيرة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هذه الألوان الآن أنا ما قلت لهم كيف الألوان ولا علمت أحد شي هم بس حطوا اللون الأبيض مع اللون الأساسي طلعت هذه الدرجات فأنا من حالي بالتطبيق عرفت أصلا أدمت كيف فأي لون أبغى بعد كده أنا عارف مو عارف أني أنا أحد قال لي لا أنا مارست وإن شاء الله تبارك الله وبعدين أستاذة جاني يعني اللي يميزها إنها ملتزمة بال كده لكن ما سويت الدرس الأساسي هذا الدرس اللي بنتكلم عنه قبل أسبوعين صح؟ كان إيش فيه الدرس اللي بعده دمج الألوان وكان فيه رسمة بالمرسام ما أحد رسم اللي ينتي والأستاذة عاش هذا ندى قصلي أستاذة ندى كمان تصريفة يعني مو نفس الرسم اللي نفغاها أستاذة شدة ما شاء الله ملتزمة رسمت بالمرسام وسوت التدرج وسوت دمج الألوان لأنه إحنا بناخد اللي يخرج من الدمج وكيف نخففه الآن أستاذ فاهد طب خلين هو ولد الأستاذ محمد سياما الرسام العالمي الله يرحمه ولده لكن ما شاء الله تفضل تفضل هم هذا الواجب طبعا هذا الظل والنور لكن هنا شوفوا هو دائما فهد يسوي لنا أشياء يبداعية سوى التدرج وحط عليه الدائرة فوق فساري اثنين في واحد منها طلع شكل جمالي ومنها طلع الظل والنور ما شاء الله سوى الدائرة فوق هذا التدرج العلوان لا هذا المنور هنا ما سوى أستاذ فهد طبعا أستاذ فهد من النوع اللي عنده أفكار دائما وآخذ اللمسة من والده والله يرحمه فوالده دائما كان فنان ويدخل الألوان وكان دائما عنده لمسة الخاصة هذه يسموها المدرسة التأثيرية مع التكعيبية فتحسوا أنه في مثلا دلة في خزاف لكن الألوان متداخلة لكن تداخل جميل جدا وكون فكرة جميلة جدا طبعا هو هو بيشتغل أستاذ فهد هو بيشتغل أستاذ فهد ما بيفكر يعني ما بيفكر صحيح؟ هو تمسك القلم وتبدأ تشتغل يمين يسار يمين يسار اطلع الإبداع وهذه واحدة من طرق الرسل لأنه بيكاسو سأله كذا سأله قال له كيف تبني الفكرة قال أنا أمسك القلم وأمسك اللوحة وأبدأ أشتغل والفكرة تبني نفسها بنفسها فلا تعقد نفسك تقول إيش أرسم وإيش الفكرة فقط طلع القلم طلع المرسام طلع الألوان طلع اللوحة وأبدأ وخرب خرب واحدة اثنين اثنين اربع عشر مع التقريب اطلع معاك الفن ما شاء الله عليه طبعا هذا تدرج الألوان قبل اسبوعين هنا طبعا استاذ فهد سبقني هذا الدرس اليوم نبقى نأخذه بس هو سبقني شوف كيف وظف تدرج الألوان أنا أول شيء أرضي المخرج بعدين أجيكم شوفوا كيف فقط تدرج الألوان لكن سوى رسمة اللي هو الطبيعة الصامتة وسوى لها إيش سوى لها ألوان تدرج بس يعني معناته أنا عندي هنا ثلاثة ألوان تقريبا فقط الأزرق وتدرجاته والبنبي وتدرجاته مثلا والأخضر وتدرجاته هذا الدرس هنأخذه اليوم هنأخذه كيف من لا شيء هنسوي لوحة فنية طبعا هذه الطريقة كيف إكريليك ألوان الإكريليك لكن هو إيش سوى أول شيء حدد الرسمة بالأسود طبعا أسود يا فلمستار يا قلم اللي هو الماركر هذا أي قلم وبعدين أنا ألعب بالألوان إيش الميزة اللي هنا الميزة اللي هنا إنه الرسمة تتحدد ما حتضيع عليها فالألوان زي ما ألعب فيها الرسمة محددة الملامح محددة فتعطيني إبداع جميل جدا مان شاء الله مان شاء الله مان شاء الله هذه شف العلبة العلبة مين يذكرني لما أخذنا الدروس في البداية ما أخذنا الموشور واخذنا المكعب واخذنا المربع والمستطير مين يذكرني العلبة في ايش من اي شكل تطلع تطلع من الموشور او من الاستواني او من المكعب مين يذكرني من الاستواني خلاص الشكل الاستواني اللي رسمناه طيبها تسوي علبة وتسوي قرورة كلها تطلع يا طيب المجسنة تعطينا فكرة عنها طبعا هو فهد شغال في الجبس ومعنا محمد الطحان برضو شغال في هذا هو رسمت رسمها ما حتى قيمة عرفت فتكرة ما حتى قيمة طبقتها بالمجسنة ما شاء الله تبارك الله ايش الهدف هنا ايش الرسالة اعرفت رحيب الجماهير او ايه على رأس ايه وهذه هذي برضو بتطلع من يده عرفت ايه ما شاء الله ما شاء الله هذي ايش الخامة الطين طينة عادية حق تلعقول بعدين لونتها الطين لما تلونه تضطر تحط عليه اساس بوية معينة اول شي تحط هنا في طريقة نسيتة تحط الاول شي ورنش اعتقد بدي تحط اللون بعدين تحط ورنش حط لون فوق عشان يمسك معه وما يطيح ما ينكسر ايه ممتاز ممتاز هو في طريقة ثانية الطين لما تشتغله الطين هو مادة يعني تراب التراب اللون على طول ما يجي عليه فانت ممكن لما تسوي الطين تحط عليه سيلر سيلر او يسموه البوية بلاستيك بوية بلاستيك عند الداحنين موجودين موجودة البوية البلاستيك لانها بالماء فتسوي طبقة بعدما تسوي الطبقة تقدر تشتغل عليها فوقها يا بوية زيتي نص لمعة او لمعة زيتي زيتي السيلر هاداك فخلاص هو الطين يشرب لانه انت لو تشتغل دارك تلاقي الفرشة كده توقف ما تقدر تشتغل فهذه طريقة حلوة بس ما شاء الله تبارك الله بالداع هذا امس خلاص ما شاء الله السلام عليكم هذا ما شاء الله انت نحدتك واجهه كده ما شاء الله شوفوا شوفوا شباب احنا نسينا المخرج على فكرة تعال خلنقرب جنب المخرج يا مخرج انا اعرف ان العدسة كده تشوي وتقرب وتبعد شوفوا هذا ايش اسمه هذا الاخ طيب ايو بس ما سميته هذا الرجل او كده يعني في فكرة معينة ايو ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله اي فكرة تطلع من عندي في رسمة حول طبيقها فين طيب هل انت درست النحت كيف يصير او كده لا اولا ما درستها انا انت تجربة كلها طيب الشباب هنا عشان لاحل لا يقول انا لازم ادرس ولازم اروح كلية ولازم اروح جامعة ولازم اروح تجربة جرب وخرب ليه انت تعلم جرب وخرب ليه انت تعلم وماشاء الله النسب صحيح وكل شيء لا دخل كده الان احنا عندنا جامعة مفتوحة للكل ايش هي هذه الجامعة في جامعة مفتوحة للكل يوتيوب يوتيوب اي شي روح اليوتيوب اي شي فأتوقع انه فاز راح اليوتيوب شاف بعض الشيء الله نحب اجرب بها معنا جرب بس الافضل انه نقاط معينة كده ما عرف كيفاش ببنتين وطين فتجيب واحد مختص انت عندك اليوتيوب لا تروح بعيد اضغط اطلع يجو كبار الرسمين اتعلم انه يعطيك العافية من شاء الله بداية روعة يعني مو انه جميلة روعة من شاء الله هذا الطين شوفوا كده في البداية فكرة ما شاء الله ايش يقصد بها غنى وطرب شوفوا هذه الفكرة كيف ما شاء الله طبعا فاهد ما شاء الله يتميز زائما رسوماته لازم فيها فكرة طبعا في رسومات واقعية تأثيرية انا بس اقلد الواقع او كده مو عيب يعني احنا كطلاب نتعلم مو عيب نقلد لكن بعدين تجيك افكار وفي رسالة انت بتوصلها من خلال هذا المجسم وهذه الرسائل الرمزية ليش توصل سريعا لانها تخاطب العقل اللاوعي تخاطب اللاشعور في الانسان فتيوصل الرسالة بصدق يعطيك الف الف عافية هذه نستناها لانت تلونوا كده وتتطور تحية كبيرة لعقيم طبعا احنا عندنا هنا عبدالعزيز الشريف ما شاء الله تميز اه في رسومات صغيرة عندك اعطينا اتميز بالمنمنمات يتسموها انه الرسمة يرسمها قد كده قد كده يعني هنا هنا شايفين الفراغ هذا يعني واحد سانتي سانتي ونص رسمة حقيقية يعني صورة شخصية طبعا انا ما ادري كيف اوريكم هي بس ارجع ارجع مريرها عليكم شوف هذه منتهية الصغر تعالين يعني هذه الورقة الان فيها رسمتين ما ادري كيف الكاميرا تلقطها منتهية الصغر طبعا احنا حنسوي معا رض استاذ عبدالعزيز انا معاي شغال يعني قاعدين يجهز ان شاء الله هادي حنحطها على كاسات اخر شي اتفقنا فنجي القهوة شوفوا كيف بس يريد تمرروها كده وهنا برضو فيه شوفوا هذه الصور حقيقية لشخصيات حقيقية شوفوا استاذ شاذا بعدا اعطي الاستاذه وكده عشان يشوفوا الابداع طبعا استاذ عبدالعزيز هو فنان لهذه الاشياء وغير كده الان بدأ يرسم صور كبيرة عندك اليوم كان جالس معايا في المكتب معايا صالح ولدي فجلسوا على طول ما ان شاء الله رسم مش كده برضو موضوع التجربة فهد حكينا عن التجربة اللي سويتها بالدقيق والاشياء حكينا عن هذه الصور كيف بدأت معاك الموهبة وكيف بترسم وهل هي صعبة عطينا فكرة الرسمات الصغيرة ذي فكرتها انه اكون قاعد في مكان اكون معايا منديل ولا ورق ولا كاسة فاتعودت عليها اني ارسم رسمات صغيرة والفكرة اللي سويناها مع استاذ غزاري اني شفت رسمين يرسمون على فلين ويرسمون بالفزلين بعدين يرشون الدقيق تطلع الرسمة انت في البداية ما تشوف شيء بس لما ننثر الدقيق تشوف الرسمة سويتها فهي لسه تجربة بس ان شاء الله تستمر فهي التجربة هو افتشف فيها شيء انه احنا دائما لما نرسم نرسم الضل والنور فنركز على الضل والنور لكن في الدقيق كان العكس كان النور المفروض هو اللي انا ارش عليها عشان يطلع الدقيق اسود لانه كان الفلين الاسود فهنا موضوع الرسم تجربة معظم الرسامين الى الان انا اعرف رسامين عالمين الى الان لما ادخل فلالهم او بيوتهم الاقي عندهم خمسين ستين لوحة تلقى ما يطلع الا لوحتين ثلاثة لو تطلع اللوحات هاي تلاقيها كلها شخاميط وخرابين فالتجربة ستستمر معاك وما في نقطة اسمها نقطة نهاية ولا في شيء اسمها انا وصلت وانا سرت فنان لا انا حظل اتعلم حظل طالب يعطيك الف الفعام شكرا لك شكرا لك طبعا هو فاهد الان داخل في تحدي مع نفسه انه كيف يكبر هذا الحجم مع الاحتفاظ بهذا الحجم وايضا هل في فكرة ممكن تدخل حتى الالوان في هذه الحجم الصغير صعبة صعبة هي ما هي صعبة ما هي صعبة تعرف ليش لانه انت ممكن تسوي الوان دمج يعني بالفرشة الصغيرة الوان تدمجها وتعتبر هذا الدمج هو خلفية وتبدأ تشتغل بالضل والنور بالمرسام فاوتمتك الالوان تجي معاك هذه طريقة الطريقة التانية انا ممكن انا سوي لون بشرة ايوة لا ما يقدر صعب صغير ما يقدر باللون نفسه لا اللون البشرة الورق نفسه اساسي وخلاصه ترسم عليه انت دخلت التجارب خلاص مع التجارب تنطلق طيب ما شاء الله ما شاء الله سنة اسمك ايه؟ سنة سنة طبعا دائما شوفوا كيف اعطوها تحية كبيرة طبعا احسن من امها ما شاء الله ما شاء الله انت احسن ولا امك؟ معامل ولا انت؟ انا انا بدأنا انه قلنا الرسم دائما يبدأ بالخط يعني انا لما اجي ارسم اهمسي عندي الخط الخط ايش بقى سوي فيه؟ بقى سوي حدود الرسمة لما سوي حدود الرسمة الرسمة يا اما تكون في شكل مربع يا اما تكون في شكل مكعب يا اما تكون في شكل استواني او هرمي يعني ما تخرج عن هذه الرسمة فانا لما اجي ارسم اي رسمة خاصة لما ارسمها من الصورة فيه نقطتين اساسية لازم اعرفها انا بأرسم الرسمة هذا اللي يعرفوه كثير من الرسمين لكن الشيء اللي ما يعرفوه انه انا بأرسم الرسمة وبأرسم الفراغ وابقارن الفراغ بالرسمة هذا حي خليلي الرسمة تطلع مية في المية لانه ليش الرسمة انا تخرج عن سيطرتي لما ارسم الاقل خشم كبير العين بعدة لانه انا بس بأركز على الرسمة لا ركز على الرسمة والفراغ اللي بين الرسمات الفراغ اللي هنا الهين 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 فراغ اللوحة هنا فيه فراغ مستطيل هنا فيه كده هنا تكون لشيء نشفه من حريف هذا الفراغ قارنه فإحنا اخذنا بعض التمارين لما جينا بدائنا سوينا تضلوا النور على نفس الأشكال وسوينا هذه الحركة حركة بسيطة سوينا علىها تضلوا نور وكيف حو ممكن هذا يصير قماش ممكن يصير من شفع ممكن يصير شرشف وطبقنا الضل والنور دائما الضل والنور قلنا انه يجي خط اذا كانت الاضاءة هنا بيجي خط من هنا عمودي بعدين الخط الثاني الوفق هذا بيلصق في الرسمة توصل نقطة من هنا لاخر النقطة الضل بيكون فيها عشان يكون فيه ظل صريع طبعا هذه كلها موجودة في قناة الأستاذ جميل ممكن تشوفوا الشروحات اخذنا الوردة ايضا برسم طريقة سريعة جدا قلنا اعتبرنا هذا فنجان وسوينا الشخمطة هذه فاكرنا الدروس هذه وهذه منها سوينا مزهريات وسوينا أشياء كثيرة هذه المزهرية سويناها في درس واحد وطبقناها بشكل سريع الآن كل هذه الأشياء احنا اخذها سوينا الزخارف قلنا اي زخرفة في الوجود هي عبارة عن وحدات لو انا اخذت وحدة وكررتها وشار فيه تناظر حول محور او تناظر حول نقطة يطلع منها اشكال طلع من الشكل الصغير بيطلع شكل كده متكامل تكرار هذا الشغل مع بعضه يطلع للوحة كاملة فراغهم يطلع شكل آخر وسوينا تطبيقات وحنا اخذ ان شاء الله تطبيقات عملية انتم هتسوها الآن بالألوان بعدين دخلنا في الألوان ما سوينا في الألوان قلنا بس امسك الفرشة وتعرف على اللون بس طخ 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 كده حسينا بمتعة بعدين اخذنا تدرج الألوان اللي هو هذا الدرس اللي اخذناه صح حطينا ستة أقسام تحط اللون الأساسي تحط معاه أبيض تطلع لك التدرجات تحط معاه اللون الأسود ايش هيطلع لك نفس الألوان الغوامي تمام بعدين اخذنا الدرس التاني ايش هو مربع زائد مربع يساوي ايش لون جديد هذا اللون الجديد ممكن يكون بنفس دي ممكن يكون أخضر ممكن يكون اللي يكون انت اخذت لونين ودمجتها صح يفترض الكل تسوى التمرين هذا يفترض لكن اللي سواه ممكن 10% سويته ما شاء الله طب عطينا عطينا ورين نشوت سألوا سألوا عواري ما شاء الله فين ما شاء الله هنا سوت يعني برضو بس حاجة بسيطة كنا نبغى أكتر الرسم يبغى له تنغمس فيه نغمس فيه وضيع فيه خلاص واستمتر يعني الأشياء البسيطة هذي ما حتجيب نتيجة لازم تشتغله حسنا كده احنا بنشتغل طيب هذا الدرس اللي احنا اخدناه اليوم احنا اليوم نبغى ناخد درسين أساسية اول شي نبغى الألوان الفرعية اللي انت طلعتها ارجع طبق عليها القاعدة هذي تمام اللي انت طلعت انت ما حطيت لونين مع بعض طلعلك لون اللون اللي انت طلعته طبق هذه القاعدة بس عشان يكون فيه دقة نبغى هذه الطريقة يا انك ترسم مربع تمام وتشوي كده وتشوي كده تمام كم لون واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة وستة سبع الوان اختار سبع الوان من الالوان اللي انت خرجتها وطبق عليها التدرج كده سوي مربع في مربع طبعا هذا التمرين ايش الهدف منه عندنا هدفين اول هدف انه نعرف الالوان الفرعية لما نحط معاها الابيض ونحط معاها اللون الغامق ايش اللون اللي يطلع هذا واحد النقطة الثانية انه ما نبغى العشوائية اللي اول اتعلمنا في اول بس احنا دخلنا كده عالم الالوان هنا هتضطر تمسك الفرشة الصغيرة وتكون حذر عشان ما يدخل اللون على اللون وكده فحتتعلم الدقة تمام فهذا المطلوب ارسم مثلا تمام واضحة ولا فيها صعوبة يعني انت تاخد اللون هذا اللي انت طلعته الان تمام تحطه هنا تمام تحط معاها ابيض شوية هنا شوية شوية اخف شوية اخف شوية اخف تاخد اللون اللي بعده تحطه هنا تحطه هنا هادي حيطلع لك لوحة فنية بعد ما نخلص هذا التمرين حنبدأ نبدأ في اول لوحة فنية انت حترسمها وببساطة وحتشوفوا النتائج ان شاء الله بعد ما تكملوا الان احنا خلينا نصليوا بعد ربع ساعة يعني ستة ونص يا السلام عليكم ستة ونص نرجع نبدأ في هذا التمرين هذا التمرين نص ساعة تكفيكم ولا قليل خليها خمسة واربعين دقيقة لهذا التمرين ما شاء الله تعالى ويس انت دائما هذا في يوم التأسيس طبعا هو يبغى يدخل المسابقة ويبغى يفوس فحط رموز يوم التأسيس اشرح لنا اللوحة ايش هي اللوحة هذه عبارة عن نص الزي السعودي للرجل التأسيس والمرأة يا سلام دمج الزي السعودي للرجل والمرأة ورموز يوم التأسيس وان شاء الله تفوز لي ما وديتها المدرسة وديتها يلا ان شاء الله تفوز يعطيك ألف الفئر فيك في معنا أحد أهلاوي هنا في أحد أهلاوي معنا هنا ما في أهلاوي ايه ايه لا لا اتزعيني لا اروح يصلي وتعالي شوف يعدون على فكرة الاهلاوية يعني هم يعتبروا عداء للاتحادية وهذه العنصرية المفروض ما تكون فيه بالعكس المفروض يكون يعني فيه روح رياضية والله انا اسكر انا اسكر زمان اشتغلت فيلا ديكور كامل فكان فيه رجال كبيره عمره ستين سنة تقريبا وكان هو اهلاوي وبعدين لما جينا الله اكرمكم للحمامات قال لي ابغى الحمامات اصفر واسود ادوس انا حسب يمزح وضحكت انا ضحكت كده رجال جاهد قال شفت البلاط صلبت الطلبية يعني واستغلوا فالعنصرية هذة نبغى نبعدها احنا الهدف ان يكون روح رياضية ونكون كلنا اخوة ونشجع ويكون فيه تنافس قوي فهذا وان شاء الله شعار الاتحاد سوى يلا يعطيك الف 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 عافية اذا خلونا نصلي ونبدأ بجدية الان اللي ما عنده الوان ياخد الوان من الاخوان من الاخوان اتصرفوا لانه اغلبكم انا نتوقع انه ما عنده الوان يا على كراسة يا على لوحة يا على اي شيء المهم ما في احد حيجلس حتى الاستاذة اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 وجمال خالداً لينبحي يا حنايا العمر كوني زهرة بالرضاف حشداً وانشرحي بالرضاف حشداً وانشرحي